فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية قال فأما في زمان مطلق فلا جاهلية بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم نعم وهذا يغلط فيه بعض الكتاب الغيورين الذين يتحمسون للإسلام يصفون الناس اليوم أنهم ليسوا على دين وأنهم كلهم على جهل ولم يبقى مسلم على وجه الأرض فهذا من الجهل في الحقيقة والله جل وعلا بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم محى الجاهلية بصفة العموم وقد تبقى منها بعض الأشياء لكن كون العالم كله يوصف بأنه جاهلية وبعضهم يقول أشد من الجاهلية التي بعث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا غلط هذا غلط بلا شك نعم قال فإنه لا تزال من أمته طائفة طائفة ظاهرين على الحق إلى قيام الساعة هذا يخالف قال الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه مع شدة الفتان وشدة الضلال وشدة الانحرافات إلا أن الله يبقي هذا الدين ويبقي له أهلا الحمد لله لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى أدل على أنه لا تعود جاهلية عامة وإنما تعود جاهلية خاصة ترجمة نانسي قنقر